فائق الشيخ علي ضيف مهدي جاسم في رمضان الحلقة السادسة عشرة مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامج فائق الشيخ علي ضيف مهدي جاسم ورحب بك طيب ترحيب مساء الخير سادة أبو أروح أهلا سادة مهدي تحياتي واحتراماتي لك والمشاهدين الكرام بهذا الشهر الفضيل سكرا جزيلا أبو أروح لحضورك قبل ما نبلش في موضوعات اليوم وهي موضوع اعتقال صدام حسين وبعدها أيضا محاكمته وبعض الملفات الأخرى أبو أروح خليني أنا أسألها المرة من حقي أسألها أي سؤال تسأل الجمهور ومتابعيك اللي يختلف معاك في الرؤى في بعض الأحيان تعمل لابلوك بتويتر صحيح؟ وليش؟ أنا أعمل لابلوك مستحيل أنا دا أقرأ هيتش تعليقات كثير لا مو شغلي ما عدي وقت أنا أقرأ أنه هو هذا منه والشخص وأعمل لابلوك مستحيل أما أنه يختلف وياي بالرأي أمنيتي وأضحك وأكيف وأبتسم وأفرح لما واحد يختلف وياي بالرأي ويناقشني علميا أنا أريد أناقش حتى نوصل إلى رأي صحيح أما البلوك مو شغلي يعني حتى أنا قايلها المشاهدين يعرفون ومتابعين صفحتي يعرفون بأنه أكو آدمين يدير الصفحة آدمين أنا موصي أتحمل المسؤولين قايله ليشتمي ليسبي ليسيء ليغلط الكذا والغرض من هذا كله الانتقاص والتقليل من الشئين أي هذا طرده ليبقى يعني بالصفحة مو حلول لأنه هذا وآنا ما ريد أريد أمام المشاهدين الآن أقول مهدي جاسم أريد أن يشهد لي لا ما ريد هاي بس هسه أكبر دليل ومثال أنت اليوم نص صبح دازلي رسالة أنا ما شفتها إلى أن قبل ربع ساعة من ندخله من الستوديو حتى أتفحكت وهايا مو أول مرة ولا آخر مرة صار أنه أيام مو فارغ أستاذ مهدي وبعدين سفد واحد يقول هذا شنو يعني على الأقل هذي موضوعات أنا أقرأ كتب بالأيام العادية التزاماتي ومفارغ أنه أجي أتبع هذا منه قال ومنه حشة ومنه هو إنك من باب العتب خلنا أخذها من باب العتب أي يعني مو أنت منتناقشني شي علمي موضوعي محترم كذا هاي يسرني لكن إنته ماذا الصفحة يستلمها الأدمن ويشوف غلط وسباب أنا سألة عشرين مرة لأن الناس تزدي على الخاص يقولوا لي هذا إنته مسوي له بلوك أجاوهم أقولهم والله عمي موانم سوي لبلوك أرجع من يمي أرفع لبلوك لأنه أقول في سبيل فهذا الجو السؤال الثاني سؤال شخصي يمكن أنا شوي يعني استثمرت البرنامج حتى أصير أيضا مواطن وأسل البارحة كانت مناسبة تحرير الفاول الموقف الحكومي الرسمي العراقي غائب ولا كأن الموضوع يمهم ليش هما ذول الموقف الحكومي الرسمي والميليشيات هما اللي يحتلوا الفاول ويا إيران شلون تريد هما يفرحون بتحرير الفاول هو محتلها جاي ويا الإيرانيين والجيش الإيراني طب وياهم يقاتلنا إحنا العراقيين وأخذ الفاول وبعدين العراقيين رجعوهم وطلعوهم وخلوهم يشردون ما بين اندفنوا بالفاول وما بين شردوا عبروا بالقوة وخلصواها فالاحتفال للعراقيين مو للعملاء والمرتزقون طبعا ذولا ما يحتفلون ذولا ويدهم يشيلون العراق هسا كله يطول إيران مو ويدهم ويدهم شيلون هما شالوا والعراق كله يطول إيران شلون يحتفلوا طيب مو أكو شركاء ما راحوا للإيران أو ما محسوبين على الإيرانيين موجودين بالعملية السياسية أيضا صوتهم غايب ذولا هسا شا سوي لهم أنا ذول ما أدري هو أنا روح نبسطهم يعني لا والله العظيم يعني شو فهمني قل لي المطلوب منك يسوي لهم وأنا جاهز بخدمتك لا 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 عفو شي شاهم يخافون من هذولا اللي يمسلطين على العراق أنا شا سوي لهم يعني ما يحتفل يخاف يقل لك يكتلوني يذبحوني يضايقوني أزع الإيران أو ما ينطوني منصب أو ما ينطوني وأنا الآن جاي أتفاوض على الوزارات أجي أحتفل بتحرير الفاو وخربط الأول والتالي فخلينا ساكتين لا الفاو تحررت ولا هم يحزنوا يعني على قولة المصريين أعمل نفسك ميت آه بضبط الشكل هو العراقيين كله ميت 13 كانون أول 2003 أستاذ أبو أروه تم اعتقال الرئيس العراق الأسبق صدام أحسين وأيضا في حينها مؤتمر صحفي البريمر وقال قبضنا عليه كل الروايات أبو أروه معروفة للجميع يمكن تم سردها والحديث عنها في عمليات الاعتقال ووضعه توقيتاته المكان هذا ما رد ما رد الغوص به اليوم أتحدث مع فائق الشيخ علي كقانوني كمحامي صدام أحسين أعتقل كأسير حرب أم أعتقل كمواطن عادي لا أعتقل رئيس نظام رئيس دولة وجاية دولة محتلة فكل أركان النظام هذه الدولة المحتلة من حقها تعتقلهم تسجنهم وبقط أنه موضوعة المعاملة هي تتوقف أنه لو يعاملوا كأسير حرب إذا كان هو محارب لو يعاملوا لمواطن ومعتقلي وكذا يعني أقصد طريقة التعامل وليس توصيفه وشخصين ورئيس دولة ورئيس نظام وهم قدموا عبر البحار والمحيطات ليطاحت النظام كتوصف قانوني من قانوني صدام أحسين أسير حرب نعم يعتبر لأنه قائد للجيش والقوات المسلحة وهذا الجيش والقوات المسلحة كانت تقاتل الأمريكان بغض النظر حتى لو هو بيدا ما قاتل لكن بالأخير هو قائد طيب كرجل قانون من قام باختيار القضاة والإدعاء العام عند تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق أمريكا كل المشهد القضائي اللي يتشكل وتدريب القضاة والإدعاء العام كل الولايات المتحدة الأمريكية دخلوهم دورات أخذوهم البريطانية أخذوهم إلى إيطاليا إلى دول العالم عرفوهم بأنه أيضا حقوق الأسير وغيرها حق الدفاع أنه ينطي الحق بالدفاع عن نفسه حق توكيل المحامي يعني حقوق كثيرة واحترام القضاء وجلسات المحاكمة كلها أمريكا أمريكا نعم يعني كانت هذه المجموعة كانت مهيئة قبل الاعتقال أم بعد الاعتقال أي نعم اللي حاكموا صدام حسين وهي قبل الاعتقال لا قبل الحرب أثناء الحرب قسم من عندهم قبل الحرب اللي عايشين بره بس اللي عايشين بداخل العراق من دخلو الأمريكان من دخلو للعراق الأمريكان أخذوهم اللي عايش بره الأمريكان والبريطانيين منسقين وياهم ومتفاهمين حول مسائل القضاء وكتبوا في هذا الجانب كثير أنا موقت لك مشروع المرحلة الانتقالية كان جزء من عدة وفصل من عدة بيتعلق بالقضاء والأجراء المحاكمات اللي عايشين بداخل العراق كقضاء وطلعوا بعدين إلى دول العالم حتى يتدربون هذولة بعد الاحتلال بعد دخول القوات الأمريكية بدوا يأخذوهم ويدربوهم نعم هذا اللي صار كرجل قانون هل كانت مجريات المحكمة السياسية أم جنائية؟ كرجل قانون وكمحامي اللي أشوفه قبالي كل الأمور قانوني وقضائي وعلى حسب الأصول بس الدافع والغطاء والأساس سياسي سياسي بعد وين أنت كرجل قانون شفت في هذا المفصل كان السياسة تغلبت على القانون؟ لا في كثير من المفاصل يعني حتى من يعلى صوت القاضي على المتهم السياسة يعلى عليه ومثلا يهينه أو يصيح به أو أفرض يتخذ إجراء ضده أو يتهمه اتهامات بلغة يعني بعض القضاءات موجودة عندك اللقطات يقول له أقعد أنت مجرم أنت ما أدري شنو هنا سياسي حتى اللي يريد يبرع صدام ويقول له أنت مو ديكتاتوري هنا سياسي تشتغل سياسي غلبت على الوقاع الأخرى لكنه المظهر العام لكل المحاكمة هو قضائي قانوني بامتياز كيف نفسر تعدد القضاءات وتغييرهم لماذا تم تغيير القاضية عبدالله العامري وتنحي رزقار أمين هو هاي عبدالله العامري هو اللي يمكن اللي يقل له صدام انت مو ديكتاتوري اعتقد هاي شي شنو يصير التقاضي الجايد حاكم موحد متهم بجرائم وانت تطي رأيك الخاص بانت مو ديكتاتوري موحدة انت قاضي وقاعد وانا يعني بوقتها هذا القاضي شننت من أشوفه أقول ساكت ساكت يعني سكت الدهرا ولما ينطق نطقه كفرا انت لو ساكت كل شو مطي مجال ويحش وكذا لو منحشية تبرع لا اجري لا تسكت ناقشه جادلة وجه للتهم خليه هو يجاوب يأخذ راحته بالإجابة هذا هو الأصول أصول المحاكمات الجزائية بهذه الطريقة يعني تتم مو أنه تجي رأسا تشهد انت مو ديكتاتور ولا هم أقبل واحد ولا أقبل بنفس الوقت لقاضي وقضاة سبقه يقول له انت ديكتاتور ومستبد ما يصير انت جايبت حاكمه وجهل التهم يا أخي خلاص انتهينا عند هاي النقطة يعني هذا النطق اللي وصف بي صدام حسين عبدالله هو اللي كان هو سببي بسبب تنحيته ايه طبعا هو هذا السبب ورزقار أمين مع حفظ الألقاب ما هم كل واحد أكفت سبب معين بالتنحي ويمكن سؤالهم هم شخصيا أصح من عدي يعني أنا هسا الجواب مالتي مدقيق بالمية من يعني اللي يجاوب بشكل صحيح هم نفسهم القضاة قاعدهم انت ليش طلعوك انت ليش عزلك انت ليش كذا كقاضي أو كمحامي عضر النبوار وكمحامي وكقانوني تعدد القضاة في قضية واحدة وين تصب في أي مجرى يعني أكثر من القاضي يمكن سبب قضاة هذا بالتوصيف القانوني يدل لا توصيف قانون بس ليس كل واحد رح يجاوبك هذا الجواب يدل على افطراب القضاء وعدم استقراره بس إذا توجهه سلغيري حتى من المحامين القدامة ما يجاوب هذا الجواب شي جاوب يعني ما يجل لك افطراب القضاء ويجل لك أكو مثلا مصلحة معينة أو أكو مقتضيات مقتضيات أو أكو فالشي جديد بالقضايا ولهذا سبب ارتأت هذا القيادة أو القضاء أن يغير أن يغير من القضاء بس هو الحقيقة لا دلالة على افطراب وعدم استقرار قضائي كيف أيضا تأثر هذا التغيير على مجريات القضية أنت كم حالي لح طبعا القاضي اللي يحاكم شخص على دعوة معينة من المؤكد يكون أخبر وأعلم وأعرف بخبايا الأمور من القاضي اللي جاي جديد يعني جاي جديد بعده ما مطلع ما يعرف ما يشاف ما عاش أجواء المحاكمة في الجلسات السابقة ما فميه مو مثل هذا مو مثل القديم فلذا يعني دائما ليش يفضل بأنه لما ترفع قضية دعوة أي نوع من أنواع القضايا سواء كانت مدنية جزائية أمام قاضي معين أنه يبقى هو للأخير ينظر بالدعوة لأنه الملف كل يما مو تنتقل إلى قاضي آخر أو شي وأنت رجل قانوني اليوم شنو هاي المخابلة قانوني؟ وهي هي قانونية هي المحكمة قانونية زين ويجزعون سألني لا لا ما يجزعون الإجابة ماتك هي أكيد راح تغير نظرتها هل تفقد المحكمة شرعيتها إذا كانت تحت ضل احتلال أو أن صدام حسين هو المطلوب الأول للتحالف شنو تفقد شرعيتها هو منه أسس المحكمة لا عيفنا من الشرعية هو اللي أسس المحكمة منه هو غير الاحتلال فإذا تريد تعتبرها فاقدة شرعية فهي فاقدة شرعية من الأساس إذا تعتبرها فاقدة شرعية وإذا ليست فاقدة شرعية فهي خلص هي الاحتلال مؤسس محكمة وجاء يقيمها ويحاكم الآخرين تهنى من هذه القصة فأنت معيارك شنو؟ تستخدم المعيار السياسي تقولها غير شرعية لأنه العراق واقع تحت احتلال ومحاكمة شخص وكذا هذا ومو شخص عادي طبعا رئيس دولة ويقود نظام وخمسة وثلاثين سنة أنه هل هذا إذن غير شرعية إذا قلت لا أنه ماكو خيار آخر إذا أنت قلت ما عدنا خيار آخر غير هذا الخيار فقط وهو صحيح إذن المحكمة شرعية جوابين طيب يقال أيضا أبو أروى أن بول بريمر وبخ من ذهب إلى مقابل صدام حسين وإستقاط الصور معه مثل أحمد الشلبي وموافق الربيعي ولم يكن هناك حديث دار بين موافق الربيعي وبين صدام حسين حول السيد الصدر أو المقابر الجماعية هذا ما ذكرته أيضا وداد فرانسيس في مذكرة بول بريمر هذا السؤال من شقين الشق الأول كذب أنه بريمر وبخهم وبخهم هو اللي يوافق على أن يواجهون صدام طبعا شنو أكو واحد يقدر شان يواجه أي معتقل أو أذكر بدون موافقة بريمر في أيام بريمر ولاحقا في أيام جنرالات الأمريكيين القادة قائد التحالف سواء سانشيز ولا بترويس ولا ها ما ممكن لأنه مؤسير بيدك أي شخص من اللي ألقى والقفض عليك كان أبو زياد كان جون أبو زياد جون أبو زياد ها القادة لا أنا أقصد كلهم يعني مو أقصد شخص معدل أي فما تقدر تتقابل شخصية معتقل لدى الأمريكان إلا بموافقة الأمريكان فمنه الأمريكي القائد من هو مرة يكون بريمر مرة يكون قائد عسكري وقائد التحالف هذا اللي يوافق ويأذن لك ويطيك تصريح أنت وين رايح رايح السجن أو المكان محتجز به صدام أو غير صدام وين واقع هذا تحت الحراسة الأمريكية الأمريكان شلون يخلوك تدخله حتى لو تكون رئيس وزراء هذه هواية مهمة حتى لو رئيس وزراء إذا تجي المكان خاضع تحت سيطرة الأمريكان يطردوك واحتمال يطلقون النار عليك عرفت قصص كثيرة في هذا الجانب ولذا كانوا حتى على مستوى رؤساء وزارات يتحاشون زيارة البعض البعض أو الأماكن أو الكذا من دون أن يكون نفس شخص جنرال مرافق أو من ينوب عنه معه لأنه احتمال يمنع ويهان رئيس الوزراء جاي احسين اللي هو أعلى سلطة بالبلد يمنع ويهان ويطرد دولة أخرى جاية تتحكم بالعراق شنو شلون طلعوا ذول راحوا واجهوا صدام حسين بدون موافقة بريمار وحتى الصور اللي التقطتها أيضا هي مقصودة مو بس مقصودة أكو واحد يقدر يدخل ويا موبايل لو كاميرا لو كذا ويلتقط صورة ويا صدام بدون موافقة الأمريكان شنو شغل الحرس والموجودين والضباط لا هذا الشق الأول الشق الثاني انه ما دار حديث بين دار بين موافق الرباعي وبين صدام حسين حوال مقابر الجماعية وكان توبيخ شبه من توبيخ من موافقة صدام حسين هذا الموضوع عندنا فقط مدعي أما اللي يريد ينكر ما غايب يعني احنا عندنا موافقة الرباعي صدام حسين صدام ما هو موجود بس موافق هو قال ودعى وزعم بأنه هذا نوع الحوار الذي دار بينه وبين صدام حسين زين احنا ما سمعنا جواب صدام إيه صح دار لا مو صح دار هاي واحد هاي الأمر الأول دليل الثاني انه كل هذا مصور والأمريكان يعني موثقين هذا الشيء ايضا ما سمعنا الجواب الأمريكي المصور والموثق انه فعلا دار هذا الحديث بين الشخصين لأن على اعتبار بين شخصين احدهما غائب فشلون نتأكد مية بالمية بان الحوار دار صحيحا تم اصدار حكم الاعدام بحق صدام حسين في حادثة الدجال اقدر اوقفك فضل اه ما استبعد ابدا بانه نوع الحوار اللي دار من هالنوع يعني مو عن اسرار الدولة العراقية وامكانيات الدولة العراقية وقيادة صدام حسين اله وكل ما يتعلق في هذا التاريخ السياسي للعراق ما اعتقد هالشكل بهذا المستوى دار وانما كل الاحاديث اللي دارت بين الاربعة اللي زاروا ها للسجن هي احاديث شخصية وهامشية ليست بالعمق وليست ذات قيمة للأسف الشديد بالنسبة للسياسيين ماذا يعني ما هي قيمتها لا قيمتها لها مجرد شو انه هو شنو الغاية من كل الموضوع بانه هذا اللي حكمنا الدكتاتور الكذا اللي كان ما حد يقدر يوصل لما يلا تفضلوا هو الان اسير واحنا رحنا انهينا هذا المنطق اللي اجوا به انهينا في حين الاسير لا يهان الاسير يعامل بطريقة محترمة معتبرة وانت تجي تتشمت بي لانه اسير شاوين شنت انت بزمان وهذا السؤال اللي يوجه للبعض انه انت بزمان لما كان هو يحكم وين شنت هسه لما اجت قوة عظمى الاعظم في العالم القت قبض عليه وحاربت واطاحت بنظام حكمه تروح حتى تشمت بي مو حلو ابد مو حلو من سياسي او ينظر الى نفسه بانه قائد يستصغر خصمه ويتعامل وياه بهاي الطريقة يعني تافه طيب في تلك الايام حكم بالاعدام وصدر حكم بالاعدام على قضية الدجيل هل كانت تستحق هذه الحادثة اعدام في حين هناك ربما جرائم اكثر يدان بها اكثر فلماذا فقط على حادثة الدجيل وتم اعدامه والسؤال ربما لاحق اريدك تعكيب من عنده انه لماذا اعدمه وذهب معه الكثير من الاسرار كان من المفترض ان يتم الحديث بها او تنطيقه او اخذ من عنده كثير من قضايا تحقيقية خلو الروح خلو الروح على الشق الاول الشق الاول دخل الان بالتاريخ بانه اغبى من حكم العراق هم شيعة السلطة مو الشيعة خافيت يقولك راح يعجع الطائفة وعيش اموها لهم حملة ترى اكو وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا هسا تويتر انا اشوف اتويتر انا ما اشوف غير وسيلة بس المكتب الاعلامي خبرني بانه اكو حملة شديدة بانفاق الشيخ علي شنو الغرض من مقابلاته غير تسقيط الشيعة وشتم الطائفة وشتم الكذا يا طائفة الطائفة الشيخ وسخطية الطائفة ممتعنا بيكم يا ملاعين الوالدين دمرتهم وذبعتهم ولا نقبل ايضا او المقاطعة ولا نقبل ايضا سواء في تلفزيون او ببرامجنا بو انا نوصل بهالطريقة هذه نوصل بهالطريقة هذه ننخصص برامج للاساعة تمام لا هو انا هو الشيني انه اجتم طائفة مهما كانت اي طائفة من الطائف مسلمة غير مسلمة مو الشيني لا جاي نحكي عن شيعة السلطة انه اتفه اتفه و يعني اسخف حكام للعرق التاريخ رح يكتب كتب وراح يكتب بالمستقبل بين حاكمه وصدام جريمة انطوها مبرر اي رئيس دولة اي رئيس نظام حاكم لما يتعرض الى محاولة اغتيال من المؤكد ان يتخذ هكذا اجراءات قاسية مقاسية شملة ابرياء قتل ناس ما اجرف بساتين هذا حتش يشفيدك لانه كان على وشك الموت واتوا صدته ولو ارتد قتله حاكمته على هاي الجريمة فالتاريخ رح يذكر هاي الشكل رح يذكر بانكم حتى في اعدامه كنتم خائبين ويا للعار واني لو الامر بيدي وانا رجل قانون وحاكم صدام باول تهمة باعدام رفاقه وهي الاهم والاقوى والاشد رفاقك عايشين وياك بعثيين كذا تجي اتا ثاني يوم تذبحهم كلهم ها وتيتم عوائلهم بحجة انه ذول اخوانا وعملاء متأمرين على الدولة ومتأمرين على العراق هاي اللي تنكشف اسرارها وخفايا هاي وحدة بعدين اتوا تعددوا لي جرام صدام تقولون بالالاف سموه بالالاف بالمئات يا طيب ذني اللي يتحاكم عليهم وينعدم اذا كان اكو قرار اعدام مو موضوعة الدجيل ولذا خطأ تاريخي كبير ارتكب في موضوعة الدجيل هذا واحد هذا الشق الاول الشق الثاني ما يتعلق بالاسرار شرفك يعني مع احترامي لما صد صدر او صدر او صدر او صدر او صدر من كتب او لقاءات او بعض يعني ما ادري اذا كان الامريكان مصورين لولا اه عن لقاءة صدام حسين وبعض اعترافاته او حشة او سردة لوقاع تاريخ صدام اللي حكم العراق والمنطقة وانا قايلها وما اتراجع عن هاي الكلمة والعالم في كثير من الاحيان دول اوروبا وغيرها ها هذا هي هاي ذني معلوماته عن الحكم وعن السلطة وعن 35 سنة يتحكم بالعراق وواردات العراق وين الاسرار وين الخفايا وين صدام منجم منجم من الاسرار يجي ينعدم مع بضع كلمات تطلع تافه وقضايا الشكل وكتيبات ما الها قيمة لا قيمة علمية لا قيمة واقعية لا قيمة سياسية لا قيمة ما الها كل قيمة من جميع النواحي هو هذا صدام حسين كان ممكن ان يحاكم على قضايا اخرى اكبر كرأي هذا تسخر شخص يقعد وياه من الصباح لليل حتى يبات وياه بالزنزانة يسجل كل تاريخه ومذكراته وباحترام من دون اساء وشو وعرضه ما ادري يسجل اسرار العالم والدول والخفايا واسرار العراق هذا المفروض يطلع من صدام حسين بينما مثلا اعدم وكل شي ما يعرف ما نعرف كل شي ما نعرف عنه كل التاريخ اللي هو وكل ما كتب ويكتب عبارة عن آراء تحليلات اتهامات ما كو وثاق ما كو اعترافات تأكد هذا الكلام صحيح عشناها شفنا اعدامات بس غير نفتهم من عنده ليش كان يتخذ هذا لسه ما حد يعرف يجاوب ليش غزي الكويت لو انت قاعد وياه ومتفهم وياه وايام وليالي كان افتهمت حتى على الأقل العامل النجسي اللي يخلاه يغزي الكويت ما حد يعرف يجاوب الان ليش هو غزي الكويت اجيبها مثل اجيبها مثل وانما الأمثلة كثيرة جدا على انه لما دفن خلص اندفنت وياه الاسرار للأسف الشديد السؤال الآخر ربو اروح هل كان مخطط لتهريب صدام حسين في تلك الفترة والله يقال بس هو مخطط من قبل منه مثلا الامريكان ممكن الامريكان هم معتقلي وهم اللي يسلموا وهم اللي اشرفوا على اعدام ما بين تسليمه واعدامه السويعات شلون اكو مخطط لتهريبه يعني من قبل منه مثلا موانارد اعرف نعم اذا تريد تقلي خلي نفتر تريد تقلي انه البعثيين او المؤمنين بقيادة صدام حسين او او بيها وجهة نظر يتمنون انه يهربوا ويطلعوا وما يعدم وما يصير علي اشي ولا استبعد من ناحية سياسية قد تكون هناك بعض المحاولات جرد يمكن ما ادري انا العلم عد الله سبحانه وتعالى عد الامريكان لان هم اللي حموا وهم اللي سجنوا وهم اللي عرفون انه اذا اكو هيتش محاولات لولا فاذا اريد نقول من باب تحليل انه محاولات من هذه الاطراف كلش معقولة وممكن لكنه من اطراف اخرى ما ما اعرف طيب ماكو طيب نروح الى يوم اعدامه ازين ثلاثين ايه كانون تاني ايه اشقال ستة ستة 2006 ازين هل كان التوقيت مناسب ومن اختار التوقيت يعني تقصد انه يوم عيد وما اعرف شنو هاي ايزين لا التوقيت خاطئ هم الامريكان سلموا بهذا اليوم وقرار رئيس الوزراء بانه يعدهم في ذلك اليوم قرار هذا واحد مقرار نور المالكي شنو قرار نور اعدامه اي يعني هو اللي قرر زين ام هو املي عليه في ذلك في ذلك الوقت لا هسا لا ما استخدم اثنين هن ما استخدم لا اقول املي عليه ولا اقول هو اللي قرر رغم انه واحد راح يجاوبني يقلي هو اللي قرر وقع على القرار وما ادري شما خلينا لا هو اللي يأملي عليه ولا هو اللي يقرر شلون شنو دليلي بهذا التعبير لان الامريكان بليلة اعدامه هم اللي يسلمون رئيس الوزراء جاي يشوف شنو المؤشر السياسي يعني انا محتج اسفد واحد عدي اسير وانت الان امامي رئيس وزراء انا ما مسلمك هذا الشخص صار سنوات او شهور لا اسل ملكية ولا خليك تقترب منا ولا توصلهم ولا ابدا ولا هم يعزنون اه وبايشر العيد اجي اسل ملكية ش شنو هاي رسالة الى نفتر نفتر اي يعني شنو معناها هاي وبنفس الوقت عايشك في جو بحجة انه اني احنا انا لم سيطر موت اتا ما مسيطر اتا أنت واقع تحت احتلالي أنا أمريكا أنت العراق ورئيس وزراء العراق رئيس وزراء عند الصلاحيات وعند الإمكانية أن يأجل أن يرفض ربما أن يشوفها في توقيت آخر جزين كله يزين بس من عايشك بجو وأخوفك وخرعك بأنه من الممكن هذا صدام يهرب يطلع كذا مثلا هيشك أملي عليك هيش ظروف دائر مدايرك وأنا مثل من الكياب ليلة العيد تعدم زين رئيس الوزراء من خلفية إسلامية يعني تيارات إسلامية وأحزاب إسلامية ما أخذوا في نظر الاعتبار هذا يعني هذا التوقيت أو هذه الظروف أو هاي المناسبة أخذوا بنظر الاعتبار واعتبروها فرحة هي جاي تحكي النقيض إنهم أخذوا بنظر الاعتبار أن ما يصير بيوم العيد يعدم شخص كذا هاي لازم أكو فتهدنة فتحالة من التسامح فتحود بعديا نفذ الحكوم فتحالة من التقدير للمجتمع الإسلامي بالعالم وكذا هذا هاي جاي الطرحة بينما هم يا رأي يحملون لا نوع من الفرحة والبهجة والسرور يعني العيد عيدية لعدهم اي وإنه تسعد النساء الثكالة واليتامة والكادر قد يكون قد يكون أنه اللي يطلب صدام ثار اتشفه وفرحه وهذا لكنه بالحسابات بالأطار العام مهمة ما يحسبون الشي والأبعاد الدولية والأطار العام والمسلمين ما يحسب ما عدا يجي حسابات ولا أكو يما مستشار ينبهه يقول لترى هذا غلط انتبه أكو عالم إسلامي أكو دول محيطة بينا أكو كذا ما حد يقل للأحد فقرار أنه لا خلي فرح النسوان خلي فرحون الولد خلي ما أدري شنو روح عد معا لقى قضى على منجم أسرار من حاكم صدام حسين القانون والقضاء أم حزب الدعوة أمريكا حاكمت صدام حسين لكن حزب الدعوة كان وما زال يتحدث أنا من حاكم صدام حسين وأنا من أعدم صدام حسين أمريكا حاربت صدام حسين وأطاحت نظام حكمه وألقت القبض عليه وحاكمته وسلمته للإعدام الولايات المتحدة الأمريكية جواب ما تدقلي للطاول بجواب هذا ما طاولت طيب الروح أبو أروى إلى معركة النجف في تلك السنة أيضا في أربعة نيسان 2004 انطلقت شرارتها تحت عنوان أغلاق صحيفة الحوزة للتيار الصدري هل هذا السبب الرئيس أم هناك أسباب أخرى فجرت هذه الشرارة وبالتالي انجرت كثير من المحافظات إلى الصدام بين أتباع تيار الصدري والولايات المتحدة الأمريكية هذا السبب المعلن بس الأسباب الخفية الأخرى أنه الولايات المتحدة الأمريكية وبريمار وغيرها أبعد التيار الصدري عن المشاركة في الكثير من المسائل أبعدهم أبعد وتجاهل التيار الصدري وسيد مقتدى الصدر وإحنا جاي نحكي بذاك الوقت سيد مقتدى ولد شاب يعني سب مرور الزمن صار أكبر بس بذاك الوقت ولد شاب وجدت الزعامة ميراث من أبيه لأنه لما أختي الوالدة بالتسعة وتسعين ووالده مسوي هاي القاعدة بالعراق الكبير العريضة هاي القاعدة تاهت ما لها راعي الآن بدأ يبرز 2003 بدأ هالشكل البروز إلى 2004 وكذا زيان عندنا إجراءات وعملية سياسية في داخل البلد في بريمار والولايات المتحدة الأمريكية ويامن متعاملين متعاملين ويالقوة السياسية اللي هي موجودة بالساحة ما متعاملين مع التيار الصدري ويعني جايبي للطريق حال حال الآخرين سواء في المؤتمرات أو غيرها وكذا عرفت شلون فصارت عملية أشبه بالإبعاد أو الإغصاء أو التهميش للتيار ولقاعد التيار هذا ولد غضب وحقد في نفوس التيار الصدري بالمناسبة أثناء ما جايحش شفتني شوية صفنة ثانية يعني أكفت واحد من الأخوة والأصدقاء الأستاذ داود البصري تحياتي إليه لأن هذا أحد المناظرين للشداء لنظام صدام من عام 80 وصديق شخصي بالنسبة إلي فدائما هذا واحد من الأصدقاء اللي يكتب يعني ضدي ضد آرائي يقول هذا خطأ هذا مو صحيح فالشيخ علي قال كذا صديق أحترمني المهم فيقول يقول أبو أرويج جايحش عن المعارضة وكأنما هي القائدة والزعيمة والمعارضة العراقية اللي عايشة وره بينما هي متسوأ خلي بتعبيري مو بتعبيرها يعني بتعبيرها كل شي سخفها للمعارضة خلي نقول بتعبيري أنا ألطفها ما تسوأ فلس بهذا الزمن شنية المعارضة وآني جوابي إله والغيرة يعني اللي يحملون نفس فكرته وهو صحيح مو كذب هذا الكلام بس هذا الموجود كان في أرض الواقع هو يذكر داود داود معارض يسوأ سبعين بالمئة من المعارضة العراقية لكن ما حسأل عنه ولا أحد إجادك بابه والدور اللي قام به سبعين بالمئة من المعارضة العراقية هاي الأحزاب اللي احنا نتحدث عنه ما قامت به بس الأمريكان ما يعرفوا مو بس الأمريكان غير الأمريكان والله يبعده يعني هم ما يعرفوا فقصدي قصدي أنه كلامه جدا صحيح بس أتدقي لي واقع سياسي واقع سياسي هم ذول الموجودين هم ذول اللي اتعاملتوا إياهم فمتى يجي تتعامل ويتيار آخر بالنسبة إلها مجهول ما تعرفوا ما عدها علاقة بي ولا عدها تنسيق ولا كذا ويهمش ويبعد ويطرد وكذا زين فشلون طبعا التيار الصدري يوقف بوجي الأمريكان طيب في ذلك التاريخ ربما بعد ثلاثة أيام أربعة أيام في نيسان 2004 تم سفر السيد علي السستاني إلى لندن في اجتداد المعارك في النجف الأشرف بحجة العلاج هل تزامن بالفعل هم هي صدفة أم خرج السيد علي السستاني للخروج من الحرج اللي ربما يقع فيه هذا السؤال مهم شي يقول المخرجي قد عدنا وقت عدنا عدنا وقت تقريبا ربع ساعة أي طيني شوية وقت موهج شي هذا هذا السؤال ما يجاوبون علي أبطال مثل النيتش الأسر من دون أدنى شك بأن السيد السستاني في ذلك الوقت وربما ما يزال هو مريض يعني مو متمرض ولا كذب مسألة المرض لا حقيقة موجود مريض زين ليش صارت ويا أنه من جاء الأمريكان ودخولهم للنجف هنانا السؤال مو السؤال أنه هل هو مريض لو مو مريض لا مريض زين شلون عاش من ذاك الوقت لحد هاي اللحظة لا طبعا يعيش أنا مرضي أنا أخطر من مرض السيد السستاني عشر مرات عشر مرات ميت مره ومرضي مو ميت هو مرضه مو مو ميت المهم ايه شلون عايش من الفين وثمانية اكتشف مرضي يعني هو قبل موجود به زين من الفين وثمانية لحد الان هاي صار 14 سنة شلون عايش ولا عمار بيد الله ولا عمار بيد الله ايه فاهم ما لا علاقة طيب السؤال أنه ليش بذاك اليوم تحديدا اه أنه طلع هو من النجف وراح بالأخير إلى بريطانيا حتى يعالج الجواب هذا مخطط إلى لأنه الأمريكان ما ممكن يقاتلون بالنجف قوات بالنجف هاي القوات موجودة في المقبرة وفي صحنة الإمام علي مقر القيادة لأن شان سيد مقتدى يقود المعركة من صحنة الإمام علي المهم ما ممكن يقاتلون أصوات أطلاق النيران وكذا وبيت السيد السستاني مجاور للصحن ما ممكن يقتحمون مدينة النجف ووجود المرجع في النجف مراعاة للمشاعر مراعاة للقدسية هكذا مراعاة لمقام المرجعية أولا ولمشاعر المسلمين والشيعة ولمقام وقيمة النجف الأشرف وفوق كل هذا أنه يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كمرقد وكذا إلى هيبته واحترامه وشيء قبل كله فما ممكن جدا صعب زين فحتى يجدون المبرر للدخول وللقتال شلون لازم يمثل كل هاي القدسية الناس والشيعة والإمام علي والمعرف شنو والمرجعية واللي يمثلها هذا الأعلى المرجع أو الرمز الأعلى هذا لازم يكون ما موجود بالنجف لأن إذا موجود بالنجف صعب أحراج الجميع هي طبعا فلذا أنه طلب إليه بمغادرة النجف والعذور أنه هو مريض وهاي حقيقة والطلب يجب طريقة جدا هادئة ويعني هذا شلون يعني هادئة لأن أنا أعرف هاي سوال في المراجع والعلماء كل يزين سيدنا أكو قتال والوضع مغطرب بالنجف مو صحيح وتجايش شوفه بعينك وأكو إصرار أمريكي على مواصلة إحنا حماية لشخصك والمقامك والتمرجع كبير وكذا شوية خلينا نطلع من النجف لأنه يعني حتى نحميك من هاي الباب صارت القضية ما لندن وراح لندن للعلاج بحيث هو بعيد تماما عما جرى في مدينة النجف هاي الفلسفة التي تكمن وراء إخراج السيد علي السستاني كمرجع على الطائفة الشيعية في العالم من مدينة النجف في الأشرف خلال القتال الذي جرى في ذلك الوقت والفلسفة أيضا تقول خروج السيد علي السستاني في ذلك الوقت أعطى ضوء أخضر للأمريكان بالمعارك مع الطيار الصدري وربما أيضا بالذهاب إلى اعتقاله أو مقتله هذا التفسير شوف ما هو الآن اقترح حمالتنا يحتمل التفسيرين الأول اللي أنا حجة تلكيها الثاني اللي هو استنتاج أو مع احترامي الكلام موجه لك للذين يقول أو هو التشكيك بأنه السيد السستاني متواطئ متآمر مثلا فيريد يخلي الأمريكان يدخلون للنجف ويقاتلون وكذا فطلعت عطاهم الضوء الأخضر أنا من الناس اللي ما يؤمنون بهذا التحليل يؤمنون بالتحليل الأول بأنه حفاظا على مقامك ومرجعتك وقدسية النجف يجب أن تغادر مدينة النجف لأنه أكو قتال والسيد أكبر من أنه يقدم على هذه الخطوة ماري أكيدا أنا لا مهي هاي نقطة كلش حرجة إذا قلت هو أكبر وأعظم وأفهم من أن يقدم على هاي قل لك تفضل يلا يقول أنا مدني وما يشين وجاي يمدح بالمرجع وإذا قلت لا ما عدا وعي ومو أكبر ومو أك أقدر ومو هذا قلت فضل ما يستحي هذا مرجع وهذا شيء ما يجاي يسي إلى واتمنه شنو يعني عرفت شلون نارين أكو ساحة ملغومة أي ساحة ملغومة فما أستخدم هيش أقول أنه هو حافظ على مقامه المرجعية وطلع خلاص يقال أيضا أنه مبعوث السيد علي خامنئي في حينها سليماني أيضا أوصل رسالة إلى السيد علي السستاني بأنه ممكن إيران تحتوي أو يكون ضيف أفضل مما الذهاب إلى لندن هل هذا الكلام صحيح؟ إيران دائما تعرف خدماتها للسيد علي السستاني لكن السستاني في حينها السيد علي السستاني رفض أو أموه كل مراجع النجو المرجع الأعلى للطائفة في العراق يرفض يروح الإيران وينقل مرجعيته من النجف إلى إيران هل تاريخ المرجعية بالنجف عزيزي أبو سوفيان يعني هذا هو مو موضوعنا اليوم ما انتقلت المرجعية من النجف إلا في المرات التالية إلى كربلاء مرة إلى الحلة مرة إلى سامراء مرة ثلاث مرات انتقلت المرجعية من النجف إلى هذه المدن نتيجة اضطراب سياسي نتيجة وضع معين تنتقل للمرجعية تنتقل لفترة مؤقتة مو مهم الفترة طول أم تقصر ثم تعود إلى النجف لأن مركز المرجعية بالنجف لم تنتقل المرجعية إلى إيران ولا يمكن لمرجعية النجف أن تكون خاضعة لمرجعية إيران جاء يشوف شلون ومرجعية النجف لا تعترف من ناحية علمية بمرجعية إيران لا بل راح نقول لك هذا الشيء المرجع الإيراني في إيران في قوم يفتخر لما يكون هو تلميذ ودارس في النجف الأشر والسنوات اللي يجي بيها للنجف يدرس يطلقون عليها اسم نجفي راح يجيب لك مثل أحد كبار المراجع في قوم وعاش بالنجف مرعشي نجفي اسمه اسمه مرعشي نجفي يعني إذا تقول السيد المرعشي ما حد يعرف السيد يعرف مرعشي نجفي ليش لأنه قبل سبعين سنة مرعشي نجفي كان طالبا في حوزة النجف وهكذا يعني كل المراجع ليش سيد محمد حسين فضل الله قضوا عمره بن نجف حسن نصر الله الآن رئيس حزب الله سنين بن نجف وحتى اللهجة مالته لو تريد تتمع عن بعض الكلمات بعض الأحيان عبارات ومصطلحات نجفية هاي حقيقة لا تنكر أنه النجف هي مركز المرجعية مو إيران ولا غير إيران شكرا شكرا بابا لكن قديسة تسأل لماذا لندن وين يروح مو هو المرض مالته علاجه بلندن يعني ولندن هي يعني الطب بها متطور يروح لها المرجع ويروح لها غير المرجع في وين مثلا تقترح لأي بلد يروح في تلك الفترة استلم رئيس الوزراء إياد علاوي في تلك الفترة أيضا جد أحرج إياد علاوي أحنا راح نمر عليها عندما استلم تشكيل الحكومة لا إياد علاوي كان ما استلم قبل هاي الأحداث لا بالأحداث لا بقتال النجف إياد علاوي رئيس الوزراء بالثانية استلم بالمعارك النجف الثانية اللي هي اللي هي طلع من عندها السيد علي السستاني المهم هو كان رئيس الوزراء في 2004 إياد علاوي فأقصد جد أحرج هنا رئيس الوزراء إياد علاوي في التعامل مع هذا الحدث الكبير مع من يصطف حتى في حينها أتبع التيار الصدري والتيار الصدري أيضا ما نقول انقلب حتى على الحكومة العراقية لكن أيضا اتخذ مواقف تقصد قتال التيار الصدري في مدينة النجف ضد الأمريكان وضد الحرس الوطني هذا اللي تقصده هذا شنو نحرج هو رئيس الوزراء إياد علاوي هو اللي قاتلهم عن طريق الحرس الوطني ووزير الدفاع كان حازم الشعلان وأني اسألتك قبل شوية قلت لك لأن أكو عدي فتسر بهذه القصة يرطيني إياها لأن أدنا يمكن دقيقتيها ثلاثة أي شلون ما أدري لاحق لو ما لاحق المهم ما أطولها عليك خلاصة لما صار هذا القتال الدامي بين الطرفين أنا كنت في وزارة الدفاع وفي غرفة وزير الدفاع حازم الشعلان جالس وهو التليفونات تشتغل وي القائد وي أقصد ما الحرس الوطني وحتى الأمريكان والشرطة الاتحادية في حين هنا أي يعني التليفونات تشتغل فجاي أسمع شنو هاي أول مرة أحجيه أنا يعني ما أحجيه قبل وخطيرة جدا وراح أنشتم عليها وعي راح أنشتم عليها بس البعد السياسي منتو قعد تفكر شوفه لا هو الصحيح مو أنه أنشتم وما أدري شنو فأسمع قائد الحرس الوطني اللي يمهاجم عن نجف يقل للوزير الدفاع السيدي إحنا ما بقى غير بس نقتحم مرقد الإمام علي يعني ونلقي القبض على السيد مقتد الصدر لأنه هو السيد مقتد موجود في داخل الحرم هو وتيارة وجماعته وكذا وهذا جاي شوف شلون شوفه هنا شنو اللي دار بيني وبين عازم شعلان جاي أشهد وزير دفاع حي يرزق موجود بلندن من الممكن نطلب شهد أنا عادتي ألبو الشعلان يعني شيخ حسين شعلان حازم الشعلان أصح لهم خالي من باب الاحترام والتقدير والعلاقة الأسرية القديمة بيننا فقلت له خالي الشيخ حازم أكبر خطأ وجريمة ترتكب لو تم اقتحام مرقد الإمام علي لأن هذا بانتهاك للمرقد كبير جدا طبعا هو الجواب أنه التيار الصدري وسيد مقتد جاي قاتلون من داخل المرقد فالانتهاك هم أصلا مرتكبي مو إحنا اللي راح نرتكبه هذا الجواب بس المهم أنه بانتهاك لحرم الإمام أمير الممنين ثانيا من الخطأ القضاء على مقتد الصدر ليش؟ لأن العراق هاي جاي أحدشي 2004 شوية أريد من المشاهد ينتبه ويعني لا يقيس بمعايير اليوم من الخطأ القضاء على التيار الصدري ومقتد الصدر لأنه الساحة راح تفرغ الإيران وإيران تأخذنا فلا حملاتك فعالأقل هذا الشخص موجود هو وتياره واكفين بوجي ذول اللي جايين من إيران مثل المجلس الأعلى وبدر وغيرها واكفين بوجيهم فأني رأيي السياسي ها انتبهوا يا ولد أخاف واحد إنه من الخطأ القضاء على السيد مقتد الصدر استفدوا واحد شي قلي هم مشكلة واحد مثلا يطلع لك من التيار إحنا هذا السيد القائد يقدروا له ما يقدروا له بابا إحنا جاي نحشي بستراتيجية وعظمة ووعي واستيعابة وإنه الكبرى كتبت شو ما عاربك بالسياسة وإنت فتهم الأمريكان مطوقين النجف ومطوقين الصعن وهذا مو سيد مقتدر لو مليون مثل السيد مقتدر يلزموهم ويصاعدوهم بالدبابات وإن السولف إنت فالتأفتهم أنا جايحش قلت له خطأ سياسي كبير جدا ارتكاب الإقدام على هكذا خطوة لازم يبقى بوجه إيران بغض النظر يتعامل بعدين ويا إيران ما شون بسم قام ركب سيارة المارسيديس لساعة المنظر أمامي قام راحل رئيس الوزراء بعدين الدكتور أياد علاوي لاحقا افتهمت من تصريح من السيد رئيس الوزراء سابق الأسبق بأنه صاير اتصال بينه وبين الرئيس جورج بوش وقال له اترك سيد مقتدر الصدر لا تقترب وخليهم يطلعون من الباب الثانية ويرحون هذا وين وراء ما راح حازم يسأل رئيس الوزراء يقول له شنو اللي نتخذه لأن قواتي الحرس الوطني وغيره واقفة عند الباب في باب الطوسي وأماكن أخرى وتريد تقتحم وتدخل هذا الحديث اللي دار أنا أشكرك أبو أروه بالحلقة مالباتشر راح نتحدث عن تشكيل حكومة ياد علاوي وما جرى بعدها نروح إلى فقرة من هو من هو اليوم بعد إذنك إذن المشاهدين ولد في النجف زين هاي راح تكمل يا الله من ديرتك من منطقتك أي يعني أبشرك راح أعرف آي 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 خير راح تقول لي عرفته وراح تبلي ولد في النجف سنة ألف وثمانمية هسه لو مولود بالنجف ألف وخمسمية معروفة لتعيب ناسم قبل الميلاد أحسن له قبل الميلاد ألف وثمانمية وستة وتسعين ضعيف البنية ميالا إلى الكسل والتأمل شاعر مشرد شعره مليء بالضياء والحيرة والحنين والوصف والغزل والخفة والدعابة والسخرية مات أبوه بالوباء الذي اشتاح العراق وهو ابن أحدى عشرة سنة فكف له أخوه الأكبر وكان قاسيا في معاملته إياه دخل الكتاب ابن خمس سنوات وتعلم القرآن والخط ثم درسه وهو في الثالثة عشرة من عمره اللغة والمنطق وعلم الكلام والمعاني والبيان والأصول والفقه اشتد عليه المرض فمنعه الأطباء من الدراسة فعاكف على دراسة اللغة الفارسية فرق العراق عام 30 بسبب جوه ليعيش بين الشام ولبنان ترجمان رباعيات الخيام من الفارسية العربية رشحته الحكومة العراقية قاضيا شرعيا في الناصرية سنة أربعة ثمانية وعشرين اعتقله الإنجليز عند احتلالهم بيروس سنة واحد وأربعين وصفه أمين الرياحي الريحاني فقال تنقل من كوخ إلى كوخ ومن بلد إلى بلد وكان يدعى عجميا في النجف عجميا في النجف وعربيا في بلاد العجم أقام بين البدو فظنوه من الحضر وجاء إلى سوريا فظنوه من البدو له من الدواوين الأمواج الأغوار إلى ذلك مات في بغداد سنة سبعة سبعين يا الله يرحمه أحمد الصافي النجف نعم طبعا هو من أرواع الترجمات ترجمة الرباعيات الخيام كان عايش في لبنان في بيروت ولما بدأت الحرب الأهلية في بيروت عام خمسة وسبعين وصيبه برصاصة عام ستة وسبعين دخلت بصدره يعني فنقل إلى العراق وأجريت له عملية جراحية ونجحت العملية طلعوا الرصاصة وصحت لكن وراها مباشرة مات أعتقد عام سبعة وسبعين بسبب مرض الشيخوخة وحتى هذه اللحظة الآن كأنما شوفي عام سبعة وسبعين أتذكر حتى اللافتة التي خطت في شارع الرسول أنت وتصعد إلى سوق الحويش مقابل مرقد الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه وفاة الشاعر النجفي الكبير ما شاء الله يعني قبل خمسة واربعين سنة سبعة وسبعين خمسة واربعين كأنما قبل نص ساعة يعني شفت اللافتة وتخبر عن إقامة مجلس فاتحة له المهم هذا شاعر عظيم صائب سلام رئيس وزراء لبنان والد رئيس وزراء لبنان اللي قبل كم سنة تمام سلام تمام سلام يقول يروي عنه هاي الشعر وعي سريع سريع جدا يروي أنه آخر أشعار الصافي النجفي الله يرحمه وهذا حلو بيت شعر أو بيتين يقول عمري أو سني سني بروحي لا بعدي سنيني فلا أسخرن غدا من التسعين الله إلى السبعين أو من السبعين يركض عمري مسرعا والروح ثابتة على العشرين الله شلون عظيم عمره سبعين سنة روحي ترفي روحي ترفي يقول ثابتة على العشرين بس أنا يعني أسخر من التسعين راح أوصل بيت شعر عظيم أشكرك أبو أروى الروح إلى سؤال اليوم أستاذ مهدي أرجوك تسأل سؤالي لأستاذ فائق هل من حق الدولة أن تعاقب من يخرج بانتفاضة ضد الدولة وهي في حالة حرب أقصد 91 بغض النظر من يحكم الدولة زينا شلون عرف منه لأن هذا أردى وصف والسؤال جدا ذكي للغاية وخبيث في نفس الوقت بس هم زينا ما عدا يسم هذا حتى يتطلع ساذا له السئلة لأي سياسي عراقي أش يجاوبك مو أنه بس ما يعرف يجاوب لا قطعا ما يعرف يطهر لا شي يقولك يقولك شلون يصير الدولة تعاقب ما يصير ويطلع هذا اللي يجاوب هو رئيس وزراء هو كاتل الشعب العراقي هو كاتل ثوار تشرين لا هنا الغباء يكمن ما يعرف يجاوب كل شي ذكي هذا السؤال جوابه لازم ننطي معيار أنه الدولة تعاقب لو ما تعاقب المعيار هو الآتي في الدولة الدكتاتورية يجد الدكتاتور والنظام الدكتاتوري هو يجد أنه من حقه يعاقب الشعب المنتفق مو أنه صحيح وهذا حق من حقوقه لا وإنما هو ينطي المبرر نفسه بأنه الشعب من يخرج بيده في الدولة الديمقراطية يجب أن لا يعاقب الشعب عندما يخرج بنتفقه أذا عاقبته فأنت دكتاتور وهذا السؤال الملغوم ها ملغوم هذا يريد هو تدري الشنوع لأنه ما يجاوب راح تنطبق على ثوار تشرين إذا قلت من عقم الدولة يريد يربط بين الواحد وتسعين يريد يربط بين تسعة عشر هو جاي أرد أقول أقول ما تريد يجاوب راح أنه موضوع التشرين راح تدخل هاي واحدة وراح ينطي مبرر اللي ما حصله في انتفاضة عام واحدة تسعين هذا اللي أريد أقوله أقول أنه هنانا اللغم بس أنا انطيت المعيار خلي طبقه في عام واحدة تسعين شنو كان النظام ديمقراطي لو دكتاتوري زين في عام الفين وتسعين وحتى هذه اللحظة شنو النظام أو ليش في عام الفين وتسعين في عام الفين وتعش أو التظاهرات وقمعت وتم اختيال أعداد من المتظاهرين وإلى آخره طيب ها فشنو النظام ديمقراطي مع انتفاضة فإذن الأنظمة دكتاتورية هاني أشكرك جزيلا شكرا باروة شكرا جزيلا إن شاء الله باشر نكمل في موضوع تأسيس الأول حكومة وهي حكومة عياد علاوي وماتلتها شكرا جزيلا شكرا لك مشاهدي الكرام نشوفكم باشر إن شاء الله مع السلامة شكرا لك شكرا لك